عندما أسرع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للسماء ذكر حديث فقط عن النساء وعقابهم ولم يذكر الرجال هل هذا الحديث صحيح؟ نعم أكيد الحديث صحيح بدي أسألك الأخ أو الأخت الأخ فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقريبا أعد عشرين سنة يقوم بمحاضرات يوم الجمعة وطلع الإسراء والمعراج فيما يعرفه العلماء 11 مرة مش بس مرة واحدة تصور أنه لم ينقل من كل هذا إلا فقط هذه الأحديث البسيطة أكيد تحدث هو عن المنافقين تحدث عن الأعداء لأن المنافقين يدخلون بالناس اللي قاموا بقتله وقاموا بقتله سيدة الظهراء والإمام الحسن والحسين والأشياء كلها تحدث عن الأمة والمعصومين تحدث عن الأخلاق تحدث عن السلوك تحدث عن معرفة الله عز وجل تحدث عن مختلف العلوم لم ينقل منه إلا بضع صفحات قليلة لكي تعلم مدى الحصار الذي كان يعانيه الرسول وأهل البيت بكل هذا الشيء نعم إذا بتسألني عن النساء نعم قيل ذلك لأنه كل الموجود عندنا في عصنا ولا تستغرب هذا الموضوع هو من هذا الموضوع من موضوع النساء كل شيء من التردي اليوم موجود في الناحية الدينية من النساء ليش؟ ليش من النساء؟ لأنه انظر في القرآن الكريم عندما يتحدث الله عز وجل عن الزنا يبدأ بالزانية والزاني لأنه المرأة بس لتنهار مثلا الرجل بس لينهار ممكن يأثر فقط على أولاده على زوجته أما المرأة إذا نهارت ممكن تأثر على المجتمع كلياته في السابق كان الرجل ظالما للمرأة بحجة الدين والدين منه براء في مجتمعاتهم لازالت النساء في بلادنا العربية مظلومة خصوصا في العراق وفي بعض الدول العربية بس ولكن إذا نظرنا إلى نسبة الطلاق بعد حقوق المرأة بهذه الطريقة ملاقي شوف نسبة الطلاق والتشرد والانفلات المعنوي الموجود والانفلات المادي الموجود أنا أتأكيد بوعد أن الأخوة حيفكرون عم حمل المرأة كامل مسؤولية أنا لو أحمل كل مرأة كامل مسؤولية أنا أحمل مجموعة من النساء كل هذا الكم من الفلتان أول ما أجلت المرأة وتطالبت بحقوقها كانت حقوق مشروعة في المطالبة بها بس ولكن تحول إلى شيء آخر نهائيا يعني أنا أستغرب مرة في عالم دين في لبنان مفروض أن نمثل مرجع خرج على قناته وقال أنه أيتها المرأة لا تصدق الرجل بل روحي أنت وتعلمي وخدي شهايد لأنه ممكن الرجل بأي وقت يطلق طب أنت بأي واقع من الموقع الدين المسؤول الموجود عندك عم تتحدث بهذه الطريقة أنت هل تتصور ماذا زرعوا بك من خلال الإعلام اللي أنت بتطلع لتروح لإله من خلال الدعايات اللي بحطوها ليش كل الإعلانات فيها نساء والإسلام ما جاء بهذا الموضوع العقيدة اللي أنتو بتقولوا عنها هي جبتة عقيدة الانفتاح والتحرر والأمور كلها كلها فيها نساء ويلومون الرجل إذا راح تزوج أكثر من وحده فهمتوا كيف؟ يعني طول الوقت بفرجون نساء عاريات طول الوقت هناك في كبس على موضوع الشهوة آخر شيء حتى قد ما صار في كبس الموضوع عند الرجل انتهى يعني قلت الرجال في عصرنا للأسف صار موضوع بس موضوع شهواني حيواني فقط لأنه أسسته المرأة بقيادة الغرب كلها وصل لإلا ما وصل علينا فإذا أنت بتقول لي ليش شهواني الموضوع موجود انظر إلى ما يحدث اليوم في لبنان مثلا شوف اللي عم بيصيرها هناك انظر إلى ما يحدث في الولايات المتحدة في بريطانيا في كذا وتعرف السبب بالتحديد عندما يفسد الرجل تقوم الحروب وعندما تفسدوا الامرأة تقوموا كل المصائب شوف هالفرق لما يفسد الرجل شوف الحروب بتصير بالمجتمعات ولما تفسد المرأة شوف شو بيصير بالمجتمعات لليوم هذا العصر الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية التانية هو فساد الرجل الحرب اللي احنا موجدين فيها هو فساد المرأة اشتركوا في القناة